نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر وشددت وزارة التربية والتعليم على استمرار ملكية الدولة لكافة المدرس الحكومية على مستوى الجمهورية دون أي نية لخصخصتها مع تقديم جميع خدماتها التعليمية لمختلف طلاب مراحل التعليم الأساسي على حد سواء باعتبار التعليم حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون كما أكدت الوزراء لأنه يجرى تنفيذ استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله